مر غزال بجانب النهر وأراد أن يقطعه فخاف أن يكون النهر عميقا فرأى زرافة واقفة على الضفة الأخرى من النهر فسألها الغزال إلى أين يصل عمق ماء النهر أيتها الزرافة فأجابت الزرافة إلى الركبة عندها اطمأن الغزال وقفز في النهر وشيئا فشيئا فإذا بالماء يغطيه فسعى جاهدا أن يخرج رأسه من الماء وبمشقة بالغة استطاع أن يقف على صخرة في النهر وما أن التقط بعض أنفاسه اللاهثة حتى صرخ في وجه الزرافة قائلا ألم تخبريني أن الماء يصل إلى الركبة؟ فقالت له الزرافة نعم يصل إلى ركبتي فالعبرة من القصة هي حين تستشير أحدا في أمور حياتك فهو يجيبك حسب تجاربه التي نفعته وكثيرا ما تكون حلوله مناسبة له فقط